حلت يوم أمس الذكرى السنوية الأولى للمظاهرات التي عمت معظم مدن العراق وقتل فيها أكثر من خمسمائة عراقي وأصيب الآلاف استطاعت حينها إسقاط حكومة عادل عبد المهدي عاد المتظاهرون للاحتفال بذكرى ما يعتبرونه ثورة احتفلوا في بغداد بالتحديد في ساحة التحرير حيث تجمع آلاف منهم رفعوا الأعلام العراقية وصور الذين قتلوا في المظاهرات جددوا مطالبهم في محاربة الفساد السياسي والاقتصادي طالبوا بحصر السلاح في يد الدولة والوحضت مشاركة لافتة للمرأة العراقية وعائلات القتلى في هذه المسيرات في البصرة أشعل المتظاهرون شمع أحياء لذكرى الذين قتلوا في المظاهرات والمختفين قسرا أيضا هذا عريضا وطن شكل أحياء الذكرى الأولى مناسبة للتجديد المتظاهرين لمطالبهم لنستمع إلى تلك المطالب مطالبنا بالدرجة الأساس هي لا تختلف بكثير عن ما سبق أنه ذكرى محاسبة قتلة المتظاهرين وكذلك محاسبة الفاسدين ومصادرة أموال وكذلك قانون الحزاب قانون الانتخابات لدينا كذلك وأيضا نركز على القتلة لا بد أن تتم محاكمتهم محاكمة علنية مسيرة نسوية شبابية استكارا لأرواح الشهداء اللي سقطوا بإحتجادات تشرين 2019 وبنفس الوقت نجدد العهد لهم ونقولهم إحنا باقعين نكمل ما بدأتوه نقف إجلاله أكبار لكل قطرة الدم سالت على أرض العراق ونتمنى أن تتحقق المطالب وأول مطلب هو كشف عن قتلة المتظاهرين وإقرار قانون للانتخابات عادة هل تذكرون هذه السيدة بائعة المناديل التي كانت توزع المحارم المدانديل على المتظاهرين السنة الماضية أثناء إطلاق القوات الأمنية الغازة المسيلة للدموع تلك المرأة ظهرت من جديد في مسيرات أمس أيضا وكانت توزع المياه هذه المرة من تغريدات العراقيين محمد يقول نقدر كل الجهود التي ترغب بإصلاح البلد وتغيير الواقع المر لكن بعيدا عن أيدي الغرباء ومعونة الأعداء واقعنا متشابك والمستفيدون لن يتركوا العراق بخير الحل يكمن في المظاهرات الواعي المنسجمة الصابرة تحت قيادة سليمة سليمان إبراهيم يقول المظاهرات لم تفشل ربما فشل البعض في ركوب الموجة وباتت نواياهم العافنة في استغلال المظاهرات لمصالح شخصية أو جندات حزبية وهذا أمر طبيعي فالبحار تضم في جودها ملايين الأسماك وتلك التي تموت تصبح جيفتان تطفو على السطح وإن كان حوتا كبيرا مصطفى الهاشمي مصطفى الهاشمي يقول لك إذا رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان ورؤساء الأحزاب والكتل وقادة الفصائل كلها وهي تشرين الصمود تعود لعد على مين طالعين الناس مظاهرات على الكوريا الشمالية مثلا إش قد شايف سرسرية مثل سياسي العراق ماكو الهاشمي هذا الحساب يقول ماذا حققت هذه التظاهرات للعراقي والعراقيين غير تدمير العراق وتحويله إلى دولة يتحكم فيها الاستعمار وأعداء العراق لتصفية المجاهدين على السواتر لوزارو يقول أقول العراق ما ينفع بي مظاهرات ولا ينفع بي إيران ولا أمريكا ولا أي دولة بهذا الكوكب والعراقيين يقدرون يغيرون شي بنفسهم ولا رح يتغير شي لسنين طويلة وابنك وحفيدك سيعيشون نفس هذه الظروف واحتمال كلش كبير سنعيش ظروف أسوأ بالمستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أشاد بالمظاهرات يقول لقد جاءت هذه الحكومة بناء على خريطة الطريقة التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته نؤكد الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريقة التي فرضتها دماء شبابه الطلعي وتطحياته ومن ثم تحويل ذلك إلى سياق تحقيقي قانوني كفيلا باستعادة الحقوق من المتورطين بالدم العراقي شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا لمشاهدتك